باربعة اهداف دون رد امام ضيفه نادي يونغ افريكنز التنزاني وسط اجواء احتفالية كبيرة صنعها انصار النادي العاصمي رفق امزيان لم يترك اي مجال لدخول الشك في نفوسهم حيث بدأوا المباراة بقوة من خلال تسجيل درفلو في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء ليتبعه كل من شفع ومزيان ليأتي الحارس زماموش ليختتم المهرجان التهديفية بتسجيله لضربة جزاء في الدقائق الاخيرة نتيجة وانبعثت بالطمأنين في قلوبه اللاعبين والانصار الا ان الكل مجمع على ضرورة وضع الارجل على الارض والشروع في التحضير للمباراة المقبلة والتي سيواجه فيها نادي جورمهايا على الاراضي الكينية اشتركوا في القناة